حركة شايفة بقى أنه نتكلم عن العلوم الحديثة وعلم الليزة وطبقات الفيزة النووية وغيره والعالم بيتجه طبعا كل يوم حركة عرفة التطورات بقت أسرع مما أي حد يتخيل حركة شايفة أنا فين دلوقتي والله إحنا لما عملنا ومن خلالت عملك برضو مع طلاب حضرتك لما عملت المشروع ده وخدت الحقيقة موافقة دكتور جنزوري كانت جميلة يعني قال لي بصي أنت بتكلمي على حاجة أنا معرفهاش ديني فرصة بس بعدين هبقى أرد عليك ومين قالك تيجي تقابليني قلت له المساعدات الأمريكية فبعد أسبوع كده رح بعيتلي وقال لي روحي قابل أستاذة في وزارة التخطيط هي هتعمل لك كل حاجة موافقات للطلبينها الأمريكان طبعا أنا بخدتش فلوس الفلوس في المساعدات الأمريكية هم بيدفعوا الفلوس للشركات ويجبون لنا الأجهزة اللي إحنا مطبعها فكانت حلوة جدا طبعا دي بشير من عكاهل ده حاجات كتير قوي فده كان ابتدينا المعهد الليزر ابتدينا من سنة 1990 بقى الموافقات للجامدة والدكتور مأمون سلامة كان رئيس جامعة القاهرة وقتها وقال لي لو ما جتيش كنت أنا روحت إعارة كده فقال لي لو ما جتيش هنلغي المشروع جيت بقى سبت كل الأعمال 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 طبعا ونجي الحمد لله ومستمر لكن هل نهار ده نقف فين؟ والله طبعا وقت ما عملنا المعهد ده كان بس أنه هو بيستخدم مثلا أنه هو في حاجات كتير لسه عايزين نعرفها عن الليزر لأبحاث كتير قوي ولكن إيه التطبيقات؟ كانت فيه تطبيقات طبية واحدة بس في الإصلاح الانفصال الشبكي وكده باستخدام الليزر وكان فيه لسه ناس بدية تعمل حاجة تطبيقات صناعية يقطعوا بالليزر حاجات من غير ما يبقاش في رايش وحاجات زي كده وحاجات بسيطة إنما طبعا أنا ما كنتش طبعا أتوقع بس كنت حاسة يعني إن فيه طفرة رهيبة هتحصل في كل العلوم كل حاجة كل التطبيقات في المعمار والبناء وقياس والفلك والتصالات والفلك وكل حاجة النهار ده الليزر يعني اللي يقول الليزر ده وبفهم في الليزر ده يعني إيه حاجة عظمة قوي في العالم يعني في العالم وإحنا عندنا كوادر آه الحمد لله الحمد لله يعني بعد الافتتاح أنا كنت طلعت معاش بقى جي رئيس الجامعة كان مفيد شهاب قال له صباحه بالخير هو عايش يعني وقال لي لأ مش هعينك ليه دكتور كله الناس يقولوا هي عملت المشروع ده تعيني جزاي وبتاع زعلت بقى جي أستاذ قال لي يا لطفية ما تزعليش أبدا أنت روحي بقى إيه سيبي البلا بدأوا قلت له خلاص رحت سافرت قطر حقيقة وكت عملت الجامعة وقتها شاركت في إنشاء جامعة قطر يعني جامد فالرئيس الجامعة كان تلميزي فقال يا دكتورة لازم تجين ما شاء كده ورح أخذني عدت بقى عندهم لغاية 2001 حقيقة ورجعت تاني ورجعت تاني ورجعت تاني الحمد لله 2006 كان فيه رئيس عميد لمعهد الليزر معهد القوم العلوم الليزر ده الدكتور منصور قال لي موحي منصور قال لي لازم تيجي ورح قال لي أنت تشري فيه على أكبر معمل عملتي ومشتغلتش فيه لأنه من ساعتها محدش تشتغل فيه ففعلا من ساعتها محدش تشتغل فيه آه والله يعني في الوقت ده لأنه اللي مسكوا ما كانوش كلهم على دراية يعني أو مهتمين أو بالعلم أو بيفهموا فيها بالشكل الكامل يعني الناس بتشغل أماكن وخلاص يعني طيب الحمد لله أنه حريك رجعت لا بس الحمد لله دلوقتي يعني فيه كوادر كتير كويسة في المعهد ماشاء الله وماشيين كويس في كل النواحي يعني ربنا يوفقهم يعني